موريتانيا تصنع التاريخ بعد سيناريو درامي كبير جدا في البطولة بعد ما بيخسر المباراة الاولى بعد اداء مميز جدا دلد بوركينا فاسو بيخسر في الديا تسعين بضربة جزاء علشان يعوده قدام انجولا بيعمل اداء للتاريخ وبنقولها دي المباراة اللي هيكسب فيها موريتانيا الاول مرة في تاريخه في كاسر امم ولكن للأسف بيخسر برض 3 اتنين بفرق جون وبيعمل مباراة تاريخية علشان ييجي قدام الجزائر في اخر مباراة في المجموعة بيصنع التاريخ وبيفوز في اول مباراة لي في تاريخه في كاس امم افريقيا ومش بس بيفوز لاول مرة في تاريخه لده كمان بيصعد لدور الستاشر لاول مرة في تاريخه عشان امير عبدو بعد ما كان يسطر التاريخ مع جزر الكمور في البطولة اللي فاتت بيسطرها السنادي مع موريتانيا على الجانب الاخر المنتخب الجزائري بيحط نفسه في التاريخ ولكن بطريقة او باسلوب او حاجة سلبية تماما بيحط فيها الجزائر وجمال بالمواضي السنادي ان الجزائر الاول مرة في تاريخه بيخرج من دور المجموعات للبطولة التانية على التوالي على طول متعودين ان المنتخب الجزائر لما بيخرج من بطولة من دور المجموعات البطولة اللي بعدها بيوصل لبعيد في البطولة ولكن البطولة دي بيخرج من دور المجموعات زي البطولة اللي فادت بالزبط وهل تكون خلاص دي نهاية حجبة جمال بالماضي هو ده اللي جاينا نتكلم عليه في حلقة النهاردة فقامنا نخش في اي حاجة انزل اعمل لايك لان مرشفني اعمل اشتراف القناة فقال الجرس عشان حلقات اهوت الكان تجي لك اول ما تنزل على طول ويلا بينا نخش في الحلقة اهلا بك اهواجية في حلقة جديدة من اهوت الكان وحلقة النهاردة هنتكلم عن مباراة الجزائر وموريتانيا مباراة درامية مباراة عجيبة مباراة غريبة مباراة قبل ما تبص يعني قبل ما تشوف المجموعة دي قبل البطولة المتوقع ان الجزائر في المرتبة الاولى وبركينا في المرتبة التانية وانجولا وموريتانيا هتخانوا على المرتبة التالتة وافضل توالد ولكن اللي شوفنا في المجموعة ده غريب وعجيب بنشوف بعد نهاية المجموعة بنلاقي أنجولا في الصدارة بسبع بونت في المركز التاني بوركينا زي ما كان متوقع وفي المركز التالت المفاجأة الكبرى والإعجاز اللي بيعملوا منتخب مورتانيا بيوصل لدوره 16 لأول مرة في تاريخه مش بس بالصدفة لا ده مورتانيا بتقدم بطولة للتاريخ بس خلينا نتكلم شوية عن الجزائر وبعد كده نرجع للمورتانيا منتخب الجزائري غريب بالنسبة لجمال بالماضي جمال بالماضي بعد ما قدم بطولة في إيلة قوي وقدم بطولة للتاريخ في 2019 ويادري حاجة اللقب في نهاية البطولة وقولنا خلاص الجزائر بيعود وجزائر بعد خناقات كتير وبعد مشاكل كتير وبعد خناقات وحوارات بيمشي وحيد بجمال بالماضي بعد بطولة 2017 ويلا منتخب الجزائري بعد يخفاق كمان اللي هو مسعادش الكس عالم 2018 بيقول خلاص الجزائر بيعود بعد الأداء اللي احنا شفناه 2019 بيخش في تصفيات كس العالم بيخرج في سيناريو دراماتيكي وسيناريو درامي جدا قدام الكاميرا بفاخر دا الماضج بيخسر وبيخرج من دور بيخرج من مبارات فاصلة يعني لكس العالم وما بيروحش لكتر بيقول خلاص منتخب الجزائري هيعود في هذه البطولة منتخب الجزائري هيرniejsح لبعيد في هذه البطولة بيجي المميز بيجي الجديد بتودي لعبين جديد بتاخد لعبة جديدة ما بتاخدش بعض اللاعبين وبتاخد بعد اللاعبين التانيين وبتقدم تشكيل او بتقدم قايمة نوعا ما كويسة وبطول خلاص منتخب الجزائري ممكن يوصل لبعيد في البطولة وده بيأكد علينا منتخب الجزائري في اول مباراة ضد انجولا في شوت الاول ضغط وشراسة واداء بنشوفه من منتخب الجزائري نفس الاداء ده كان في 2019 في البطولة ده ادري حقاها ولكن بداية من الشوت التاني من مباراة انجولا للأسف بنشوف مستوى منتخب الجزائري بتاع البطولة اللي فاتت المنتخب اللي ما عندوش انماط هجومية اللي ما عندوش شكل دفاعي اللي ما عندوش حاجة يقدمها اللي جمال بالماضي تحس اللي هو خلاص انا عملت اللي عليا واخدت كسر امم وبس كده مش هعمل حاجة تاني وده غريبة منتخب الجزائري بيقدم ما ده غريب مفيش جملة مفيش لقطة شفتها من جمال بالماضي في هاتيب بطولة مفيش نمط شفتها من جمال بالماضي في هاتيب بطولة جمال بالماضي قدم بطولة من اسوأ بطولات منتخب الجزائري عبر تاريخه بتشوف منتخب الجزائري ولا هو عارف يدافع ولا هو عارف يهاجم كل اللي احنا بنشوفه هو ارتجال من اللعيبة المهارية اللي عندك سواء بقى ادم وناس او او عمورة او بليلي او محرز او بغداد بنجاح او كله كل ده ارتجالات وكل ده اداءات فردية مفيش نمط محدد جماعي منتخب الجزائري بلعب بيه هو يعني اتوقع فقط اللبس اللي لهم ننزل نقتمد على الاطراف ايات نوري على الشمال يوسف عطال على اليمين مع محرز او معاه ادم وناس وبليلي مع ايات نوري ويلا يا شباب نلعب بقى وندي عرضيات عرضيات مفيش ده ده مش هوصلك لشيء ده مش هوصلك لشيء منتخب الجزائري بالنسبالي غريب مش مش متوقع انا من كنتش اتوقع كده قبل البطولة ده اللي قلت في اول حلقة ده 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 انجولا قلت منتخب الجزائري ممكن تكون نشارة التاني رطوبة ارهاج بعد بقدم اداء كبير جدا نشارة الاول النسك قل شوية اتخطفت من انجولا قتال يدفع قدرتش عندك حلول الغريب انه منتخب الجزائري مبقاش عنده حلول قدام الفرق اللي اللي تبقى متكتلة قدامه مفيش حلول يعمل ليه مش عارف يلا بقى نبتلين لعب كرات طويلة كرات طويلة كرات طويلة ده شوفنا رد الديمورتانية انت من اول دقيقة في المطش من اول دقيقة في المطش لحد اخر دقيقة انت بتلعب كرات طويلة بالهدف عل امل ان بغدابه نجاح لما تلعب عليه كرة طويلة ينزلها لك وتلعب على الكرة التانية وبالمناسبة انت قابلت منتخب متفوق ومنتخب تقيل اوي 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 على مستوى الكرة التانية وعلى مستوى التحولات الهجومية منتخب موريتانيا بيقدم بيرس مع امير عبدو في البطولة دي منتخب تقيل اوي 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 انت منتخب الموريتاني من خمس ست سنين لو قلت ان انت قابل موريتانيا هتقول تماما هنزل قدم موريتانيا خمسة ستة مستريح وروح لكن دلوقتي بداية من عام 2019 مررا بالبطولة اللي فاتت مررا بالبطولة دي لأ المنتخب الموريتاني بتطور والمنتخب البوريتاني عنده بورجيك وعنده مشروع فعلا بيشتغل عليه بعد ما قدم بطولة مميزة في 2021 ومقدرش يصعد للأسف من دور المجموعات بيجي البطولة ديا بمدرب جديد بيجي الجديد بلاعبين فعلا قادرا لها تسمع التاريخ وبيصنع التاريخ امير عبدو مدرب مميز جدا مع جزر الكومر بشوية لعبين على قد ادري رحلة جيد كاميرون وادري يقدم بطولة مميزة وكان ممكن وكان على بعد شعرة من هو يصعد من دور المجموعات عشان يسيب جزر الكومر ويجي الموريتانيا عشان يبقى معاه فريق افضل معاه جودة افضل معاه اداءات يقدم اداءات افضل يصعد من دور المجموعاتك افضل توالك بعد ما خسر اول ماتشين كنت بالنسبة لك اللي هو خلاص منتخب موريتاني بنسبة كبيرة بره بطولة هابل منتخب الجزائري منتخب الجزائري قادر على التفوق على منتخب موريتانيا ولكن المفاجأة ان في مباراة النهاردة انا شفت ان المنتخب الموريتاني هو الاقوى هو الافضل هو اللي يستحق ان هو يسعد من دور المجموعات هو المنتخب اللي بيسعد وهو المنتخب اللي عنده الحمية لسعود من دور المجموعات عنده حلول انا هدافع ان هوفت تحت الكورة ولكن لو ادتني الفرصة ان انا عمل عليك تحولات هجومية هلدعت. وده اللي حصل. في الشيط الاول. المنتخب مش شوط الاول بس ده طول المباراة. منتخب الجزيرة هو اللي معك الكورة. ولكن تحولات المنتخب المورتاني خطيرة جدا. في الشيط الاول مورتانية. فتلتها فتحت الكورة. وبتدافع. وبتحاول تطلع. اللي هو اخطف بالتحولات. وقاد كان. بكورة واحدة تك 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 بتلت لمسات اربع لمسات بيوصل للمرمى اللعب بيشوت مندرية بيتصدى بتطلع كورنر كرة تلعب دربكة دربكة شوطة من بره منطقة الى ايه بتتدربك بتيجي الملاعب موريتانيا حط الجون كابتن الفريق حط لك الجون الاول لموريتانيا وبس هو ده اللي موريتانيا عارفه وده اللي موريتانيا عايزه امير عبده هو محتاج الكرة دي انا محتاج الجون ده ولو راجل جيف ايه كون لان انت لو عديت من التكتل الدفاعي وقيت حلول من التكتل الدفاعي وقيت حلول من نمط الدفاعي اللي انا بالعب به هتلاح حارس مرمى واقف لك سد منيع شل النهاردة حارس موريتانيا جونين تلاتة مش ممكن مش ممكن كورة حطها لعب الجزار بدماغه شلها بريفليكس عالمي وكورة عيسى مندي غريب غريب عيسى مندي بيحط الكورة بكل كوة بيشيلها برضو حارس موريتانيا وبيحط واكنه بيقول لك النهاردة يومنا اكنه بيقول لك ان النهاردة مورتانيا تسعد. انا بقولك. بعد الصندقات بتاع تحرس مورتانيا قلت خلاص. المورتانيا تسعد. منتخب الجزائري ما عمدوش حلول. مفيش حلول. طيب انت جا جمال بالماضي. في اول مباراة ضد انجولا. لعبت بسلسل نص الملعب قدم لك ماتش كويس. فراش عيبي. اه نابيل بن ماضي. اه نابيل بن طالب. واسمائيل بن نصر. تمام? تمام. وقدمت مباراة كويسة. وقدمت شوت كويس. وقدمت شوت تاني برضو كويس. لعابة نص الملعب كانت قادرة تخلي لك لي شكل. ليك شكل بارض الملعب. فراش عيبي كان بيعمل اه مع يوسف عطاله مع رياض محرز. حتى انا اسمائيل بن نصر كان بيعمل ليه مع يد نوري ويوسف بليلي. وكان ليك شكل. كان ليك طريقة وكان ليك نمط بتحاول تلعب بيه. وضغط العالم منظم وطريقة المميزة وكل الكلام ده. وكان نابيل بن طالب قادر يلعب دور ده بتاع نمر ست القطع لكويس جدا جدا. كررت المباراة التانية انا هغير نص ملعب كله. يلا. هنزل زروكي مع نابيل بن طالب وهخرج فراش عيبي وهنزل عمورة. طيب ها. مباراة تالتة. بترايح كله بقى. ولا نابيل بن طالب ولا فراش عيبي ولا سمائيل بن ناصر. انا هلعب بزروكي وهشان بوداوي ومعهم حسام عوار. طيب بتعمل ايه? طيب بتعمل ايه? طيب قول كل ماش بنص ملعب مختلف ده طبيعي انه ما يخلكش تبقى مميز. خط نص ملعب واحد. العب بطريقة معينة هتلاقي تناغم وهتلاقي طريقة توصل بها المرمى الخصف. ولكن انت ما عندكش طريقة. ما عندكش حلول. ما عندكش نص ملعب تعتمد على اللواء دول نص ملعبي. هلعب دول مهما كان الطريقة. مهما كان اللعب مهما كان المنافس. فيش كلام ده. كل مباراة بتشكيل مختلف. وكل مباراة مع ناصر مختلفة. طبيعي تشوف الفوضى دي من المنتخب الجزائري فوضى. بتشوف ان المنتخب الجزائري بيلعب اداء فوضوي بس. انا هلعب بفوضى مميتة. هلعب بفوضى كبيرة. هخلي اللاعبة كلها انها بيعتمد على الارتجال. وعلى اداء الفردي. لو لعبة فايقة. وعندها الحلول هتكسبني. ما عندكش الحلول مش هاوصل. ده شفنا ضد بوركينة. شفنا النهار ضد المورتانية. متخب المورتاني شابو مورتانية شابو امير عبدو. قدموا بطولة كبيرة. ويستحكوا في صعود المجمعات. وللاسف منتخب الجزائري ما استحكش السعود للمجمعات. بعد ثلاث مبارات ضد انجولا ضد بوركينة فاسو ضد مورتانية. حب يقولك ان المنتخب الجزائري فعلا فعلا ما استحكش ان هو يصعد من دور المجمعات. هارض لقلي منتخب الجزائري. هارض لقلي كل جمهور منتخب الجزائري. كنت ممكن تكون دي نهاية حكمة جمال بالماضي خلاص. من الوقت نظري شايف ان الجمال بالماضي مش هيقدم حاجة تاني للمنتخب الجزاري. مشي جمال بالماضي وعندك مدربين كتير قوي. ممكن تفكر فيها. ممكن ترحي تجيب هيرفرنار. ممكن تجيب مدربين تقال جدا 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 ومتجربين كمان في اه افريكيا. في الاو في الاخر دي قرراش يا خصوية ده انا في مباراة الجزاري المورتانية مبروك لكل الشعب المورتاني قدمتوا تاريخ وصنعتوا تاريخ فعلا 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 تستحقوا. التاريخ دول مبروك لكل الجمهور موريتانيا وهارد لك هارد لك هارد لك لكل جمهور المنتخب الجزيري. لو حلقة اكبتك ساشتعمل لايك او مار شفني اعمل اشتراك في القناة فعل الجرز شعالية اول تكيان تجي لك او ما تنزل على طول تابعنا على صفحتي في فيسبوك وانستجرام اطلاف تسكريبشان تحت ويعمل شراء على الفيسبوك ريتويت على التويتر وكما معكم سوف اشتركوا الحلقة الجاية. سلام.